بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دويسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الثالث نتعرف فيه على كيفية تمثيل النظام الخطي على شكل مصفوفي في النظام الخطي الذي أمامنا على اليسار يتكون من M معادلة في N من المجاهيل يمكن وضع هذا النظام في شكل معادلة مصفوفية كما يوجد أمامنا في اليمين بوضع معاملات هذه المتغيرات كالتالي A1-1 A1-2 إلى A1-N إلى أن ننتهي للمعادلة الأخيرة AM1 إلى AMN هذه المصفوفة مربعة تسمى مصفوفة المعاملات Matrix of coefficients المصفوفة الثانية وهي مكونة من عمود 1-X1-X2 إلى XN تمثل المجاهيل النونس أما المصفوفة التي على يمين المعادلة ب1-B2 إلى BM تمثل نواتج الموجودة على يمين هذه المعادلات فيكون الشكل النهائي AX يساوي B وهذه إحدى طرق تمثيل النظام الخطي في شكل مصفوفي الطريقة الأخرى التي درسناها من قبل إذا حذفنا العمود الذي يعبر عن المتغيرات وكذلك علامة يساوي وضعناهما في مصفوفة واحدة تتكون من مصفوفة المعاملات كابتل A إلى جانب مصفوفة النواتج كان الناتج ما أخذناه من قبل وهو Augmented Matrix أو المصفوفة الموسعة إليكم مثال بسيط إذا كان عندنا النظام الخطي 2X زائد 3Y يساوي 1 و3X ناقص 4Y يساوي 2 فيمكننا وضع هذا النظام الخطي كالآتي معاملة المتغيرات 2-3-3-4 المتغيرات بالترتيب XY يساوي 1-2 كما في يمين المعادلات وإذا اختزلنا وحذفنا الجزء المعبر عن المجاهيل وكذلك علامة يساوي وضمنا مصفوفة المعاملات A إلى جانب مصفوفة النواتج B كان لنا المصفوفة الموسعة 2-3-3-4-1-2 ترجمة نانسي قنقر